مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم حيث يشهد الأسبوع القادم انخفاض تدريجي على درجات الحرارة فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة الجوية التي تمثل أوضاع الجوية يوم الأحد يوم الأحد في المقاصة في المناطق الشمالية أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا درجات الحرارة أقل من المعتاد المناطق الشمالية الغربية 33-17 الشمالية الشرقية 34-21 المناطق الشرقية 37-27 حارة المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر 26-16 منطقة الغياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 37-26 والمنطقة الشرقية أجواء حارة 37-26 درجة مئوية أما يوم الأثنين أيضا تستمر الأجواء معتدلة في المناطق الشمالية الشمالية الغربية 33-18 والشمالية الشرقية 32-19 أما المناطق الغربية فالعظمة راح تكون بحدود 36-27 أجواء حارة نسبيا المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع 25-14 ومنطقة الرياض حارة نسبيا إلى حارة وقت الظهر 37-25 والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37-25 درجة مئوية أما يوم الثلاثاء القادم ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء في المناطق الشمالية معتدلة بالنهار لطيفة ليلا 33-20 مناطق الشمالية الغربية والمناطق الشمالية الشرقية 32-20 أما المنطقة الغربية 36-27 أجواء حارة نسبيا المنطقة الجنوبية الغربية أجواء لطيفة 24-15 والمنطقة الوسطى والرياض 37-25 أجواء حارة نسبيا وأيضا أجواء المنطقة الشرقية حارة نسبيا من 36 إلى 25 درجة مئوية أما يوم الأربعاء يوم الأربعاء أيضا تبقى الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الشمالية الشمالية الغربية 32-19 والشمالية الشرقية 33-19 أما المنطقة الغربية أجواء حارة نسبيا 36-25 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعادية متفرقة من المطر 24-15 الرياض والمنطقة الوسطى حارة نسبيا 37-24 والمنطقة الشرقية أيضا حارة نسبيا 36 إلى 25 درجة مئوية أما يوم الخميس القادم هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية لكن الشمالية الغربية تبقى الأجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا 33 إلى 19 المناطق الشمالية الشرقية حارة نسبيا 37-21 المنطقة الغربية حارة نسبيا 36-27 المنطقة الجنوبية الغربية معتدلة من حيث درجات الحرارة غائمة جزئيا 25-14 ومنطقة الغياض أجواء حارة نسبيا إلى حارة 38 إلى 24 والمنطقة الشرقية حارة نسبيا 35 إلى 26 درجة مئوية أما يوم الجمعة القادم المناطق الشرقية